اللهم صلي على محمد الوالي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني عزائيز ان اليوم اجيناكم بتفسير احد الاحلام وهو تفسير هذا دائما هو قضية الاكل والمشرب في المنام بس هذا المرة الاكل والمشرب انه يأكل الثريد يعني يأكل التشريد اذا اكل التشريد في المنام يعني اكل الثريد في المنام وباي انواع هذا الثريد يقول إذا أكل الثريد في المنام وكان الثريد دسما يعني بيدسوم بإيدي صارت فتدل على الولاية والنعيم والخير دل على الولاية والنعيم والخير والسلطان وإذا كان هذا الثريد اللي أنت أكلته أو شربت من عنده لا يوجد فيه دسم لا يوجد فيه دسم تدل على الولاية الغير نافعة والعمل الغير نافع يعني راح الطب بنت بربح وخسارة لكن انت شنه الطب تطلع من عده لا نفع ولا خسارة يعني ترجع بعض اموالك فهي ولاية غير نافعة واسأل من الله سبحانه وتعالى ان تكون اعمالكم خير وبركة بحق محمد وآل محمد لا تنسونا بافضل الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته